نور من العلم يستهديه يهديني غيم من الفكر يستسقيه يسقيني أمدت مني سؤالاً نحو طلعته حتى جرى النور في شرح وتلقيني هنا سنعمر دنيانا ونسلحها ونعتر الخلد حين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فالسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته وأهلاً ومرحباً بكم في هذا اللقاء نتناول اليوم في الجزء الثالث الموضوع نفسه الذي أطلقناه في الجزء الأول وهو المسلمون والغرب إشكالية الفعل ورد الفعل هذا الموضوع تطرقنا فيه عبر الحلقات الماضية إلى جملة من المبادئ والثوابت والقواعد التي ينطلق منها المسلمون في التعامل مع المفردات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تأتي من بعيد ويحتاج معها العلماء إلى أن يقفوا وقفة كافية يستخدمون فيها القواعد الشرعية حتى يخرجوا بفتوى أو يخرجوا بحكم شرعي يصبح المسلمون بعد ذلك متفاعلين معه وفي الحلقة الماضية تحدث فضيلة الشيخ عن المسئولية التي تقع على الحكام والعلماء عندما يكون هناك تعامل مع العنف أو عندما يكون هناك صراع بين المسلمين أنفسهم وقد فرضت حلقة الإساءة هذه التي نتحدث فيها عما جرى في العالم الغربي من الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وردة الفعل التي حصلت وفرت لنا جوا جيدا للحديث عن جملة من المراجعات التي يحتاج المسلمون إلى أن يقفوا معها مرة أخرى يستنطقون فيها واقعهم وينظرون فيها إلى أصولهم وثوابتهم نكمل حلقة اليوم بحول الله تعالى وسيكون فيها أيضا مناقشة لبعض القضايا المتعلقة بالفلاسفة والمفكرين الغرب الذين ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم بصفات رائعة إلى أي مدى تمسك الغربيون بذلك الذي ذكره منظرهم وساستهم كما أن هذه الحلقة ستتضمن رسالة من فطيلة الشيخ الدكتور إلى العالم الغربي نفسه و ضرورة أن ينتبه إلى مثل هذه التجاوزات في حق نبينا صلى الله عليه وسلم نرجو منكم أيها الإخوة الأفاضل والأخوات أن تشاركوا في هذه الحلقة الأخيرة المتعلقة بهذا الموضوع لأننا نريد أن نسمع رأيكم أيضا ضيفنا إذن كما كررت في حديثي قبل قليل وسأوسع التعريف به الآن هو فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن أبهان الخروصي مساعد المفت العام للسلطنة أما أرقام التواصل فهي معلومة لديكم تذكر بها الشاشة بين الحين والآخر فأهلا و مرحبا بكم أهلا و مرحبا بكم فضلة الشيخ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وأحيي أيضا الإخوة والأخوات الذين يتابعوننا وأسأل الله تعالى في بداية هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا و أن ينفعنا بما علمنا إنه تعالى سميع مجيد آمين فضلة الشيخ كانت الحلقة الماضية حلقة رائعة بالفعل وضعت المسلمين أمام جملة من القواعد و المبادئ التي لا بد أن ينطلقوا منها و فيها الكثير من الحلول للواقع المر الذي يعيشه المسلمون اليوم ذكرتم في نهاية الحلقة و أنتم تجيبون على سؤال العنف الواقع بين المسلمين أن مسئولية يتحملها الحكام و مسئولية أخرى يتحملها العلماء بقي حديثكم عن عموم المسلمين ذكرتم أن عموم المسلمين أيضا يتحملون قسطا من هذه المسئولية لم يكن الوقت عندها كافيا فأين تقع مسئولية عموم المسلمين في هذه القضية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين اللهم افتح لنا بواب رحمتك و انشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما لم نعلم و فهمنا ما لم نفهم و اهدنا إلى الطريق الأقوى أما بعد فإن من الأسباب المفضية إلى العنف ما يتعلق بعموم الناس و تأتي في صدارة هذه الأسباب التنافس على الدنيا فهذا أمر قد حذر منه الله سبحانه و تعالى و حذر منه نبينا محمد صلى الله عليه و آله بأصرح عبارة حينما قال فوالذي نفسي بيده لا الفقر أخشى عليكم و إنما أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها و تهلككم كما أهلكتهم و في رواية و تلهيكم كما ألهتهم فإن واقع المسلمين اليوم أنهم يتغالبون على حبوض هذه الحياة الدنيا و يعزبوا عن عقولهم و وجهتهم في هذه الحياة أن الله سبحانه و تعالى استعمرهم في هذه الأرض و استخلفهم فيها لأجل أن يعمروا آخرتهم بالعمل الصالح فيها و لأجل أن يسعوا فيها بالإصلاح بكل أنواع هذا الإصلاح و بما يجتمل عليه من دلالات و مفاهيم مع تمسكهم بمبدأ التعاون و حب الخير للغير و حب الخير للناس جميعا و أن هذا الدين الذي يسلكون بأنفسهم فيه جاء رحمة للعالمين و أن الإنسان مهما كان هذا الإنسان لا مناص له من هدايات هذا النور الرباني الذي أكرمهم الله سبحانه و تعالى به فلما آل حال المسلمين إلى هذه المغالبة و إلى التدافع على حضوظ النفوس و على حضوظ هذه الحياة الدنيا استبد بهم حب الدنيا و حب الدنيا رأس كل خطيئة لأنه ينسي الله سبحانه و تعالى و حقوقه على العباد و يورث قسوة القلب و الغفلة و لذلك تجد أن المسلمين في كثير من بلدانهم و أوطانهم يتنازعون فيما بينهم و يصل نزاعهم إلى حد الشقاق و الاقتتال على حضوظ دنيوية زائلة بما في ذلك ما يتصل بكراسي الحكم و بالأموال و الثروات و بالسلطة و الولايات كما هو أيضا فيما يتعلق بالحقوق الدنيوية التي هي زهيدة حتى بالمعايير الدنيوية فضلا عن المعايير الأخروية ثم بعد التنافس على الدنيا يأتي الجهل فإن المتأمل في واقع المسلمين يجد أنهم يمرون بفترات من الجهل المطبق للأسف الشديد هذا الجهل أدى بهم إلى عدم تمكنهم من التمييز بين الحق و الضلال بين الهدى و الغي و لذلك فإنهم ينساقون وراء أي دعوة يكون ظاهرها براقا يكون ظاهرها داعيا إلى خير أو إلى أمر يفقدونه دون أن يعملوا فيها عقولهم و من شاء ذلك إنما هو جهلهم جهلهم بدين ربهم جل وعلا و جهلهم أيضا بسائر العلوم و المعارف و الثقافات و ببواطن الأمور و حقائقها لأن الله سبحانه و تعالى حينما بيّن منهج رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و منهج صحبه الكرام الذين يسيرون في هدى قال قل إنما هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا و من اتبعني و البصيرة هي نفاد البصر بحيث يتمكن هذا السائر في طريق رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم على الصراط المستقيم من النفاد إلى حقائق الأمور و بواطن الأشياء و إلى سبر أغوار هذه الحياة فيتمكن من التمييز بين الخبيث و الطيب فلا يندفع وراء ما كان دعوة زائفة و إن بدت في لبوس يدعو إلى الخير أو إلى الهدى أو إلى الرشاد لكنها في حقيقتها تنطوي على سم من زعاف هذا الذي أصاب المسلمين لا سيما الشباب منهم إنما مرده إلى الجهل الطاغي نعم و لذلك فإنه لا بد من أن يتمسك المسلمون في سبيل معالجة هذه الأوضاع بالبصيرة و العلم و نفي هذا الجهل و هذا الظلام عن واقعهم و إزالة الغشاوات عن قلوبهم و عن عقولهم نعم و هذا هو الذي يتحدث عنه العلماء و المفكرون بالحاجة إلى التجديد فإن التجديد لا يمكن أن يكون إلا بنفي الجهل أولاً ثم بعد ذلك بتسليط الملكات العلمية و الفكرية و العقلية على الأصول التشريعية بحثاً عن الحلول و استنباطاً للحلول النافعة و الناجعة التي يمكن أن تخرج المسلمين من واقعهم الذي هم فيه ثم معا بعد الجهل و بعد التنافس على حضوظ هذه الحياة الدنيا يأتي نوع آخر و من شاءه الجهل أيضاً إلا أنه صنف خاص في هذا النوع و هو التعالم أي ادعاء العلم نعم فإن المسلمين لم يكتفوا بالوقوف عند حد الاعتراف بالجهل و السعي إلى نفي هذا الجهل عنهم بالتعلم و التزود بالمعارف النافعة المفيدة نعم و إنما ادعوا أنهم علماء و أنهم باحثون و أنهم مفكرون و أنهم فتجدوا الواحد منهم محللاً و ناقداً و يدخل نفسه و يقحمها في فنون و مجالات و قضايا دينية كانت أو دنيوية و هو جاهل لا يعرف قبيله من دبيره فيها نعم و لذلك فإن التعالم هو من الآفات التي ابتلي بها واقع المسلمين اليوم أيضاً حتى أختم هذه الأسباب التي أصابت عموم المسلمين فإن البعد عن طريق الهداية و عن تقوى الله سبحانه و تعالى و مراقبته و البعد عن مراقبته أفضت بهم إلى ما أفضت به من هذه الغشاوات و الحجب نعم التي حالت بينه و بين معرفة حقيقة هذه الحياة و حقيقة المآل الذي إليه ينقلبون نعم و ظنوا أو ظن الطائفة منهم أن المخلص إنما يكمن في التنكب عن الدين و في الإعراض عن هدي الله تبارك و تعالى و في التنقص من شأن الدين و المتدينين و الاستهزاء بهم و انتشر للأسف الشديد مثل هذا الظن على أو مثل هذه الشبهات على مستويات متفاوتة في واقع المسلمين شرقا و غربا فتجد أن من حيث أن المسلمين من حيث إنهم يشعرون أو لا يشعرون من حيث إنهم قاصدون أو أنهم مقلدون لغيرهم تجد أنهم يرجعون على دينهم باللوم و النقد و هم معرضون عن تعاليم الله سبحانه و تعالى و عن التمسك بأحكام هذا الدين و أخلاقه و آدابه و عباداته و عقيدته مع أنه في صدارة ما يمكن أن يصحح به المسلمون أو ضاعهم أن يولوا دينهم العناية اللازمة إذ لا يتصور أن يحقق المسلمون عزا أو مجدا أو أن يخرجوا من هذه الدوائر المظلمة التي هم فيها و هم بعيدون عن دينهم إذ لا مجد لهم إلا بدينهم و لا عزة لهم إلا بتمسكهم بكتاب ربهم و لا يمكن أن يصححوا أوضاعهم و يعالجوا حالتهم إلا بتمسكهم بأحكام هذا الدين و اقتدائهم بخير الأنبياء و المرسلين قدوة الناس أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه و آله و سلم هذه هي الأسباب الجوهرية تنطوي تحتها فروع تستدعي البحث و النظر لكنها في مجملها لا تخرج عن هذه الأسباب الأصلية الجوهرية طيب حضرت الشيخ و نحن لازلنا نناقش هذا الموضوع بما أنها هي الأسباب التي تعتبر مسؤولة عن ما يجري بين المسلمين من اقتتال ذكرتم منها موضوع الجهل طبعا التنافس على الدنيا الجهل غير ذلك من الأمور التي ذكرتمها التعالم و أيضا التجاوز للحدود الشرعية فيما يتعلق بالجهل هذه أمة أمة العلم و المعرفة أمة إقراء عقدة المؤامرة لا تزال تتناول في أشكال مختلفة لو سلمنا بأنها عقدة أو هي حقيقة على كل حال هناك من يقول بأن العالم الإسلامي فرض عليه أن يحصل على هذا القدر المتوسط أو القليل من المعرفة و العلم بما لا يمكنه من المطالبة بحقوقه أو بما لا يمكنه من بناء حضارة يمكن أن تكون منافسة الوضع العلمي الذي أفرز هذا النوع من التطرف و العنف الذي يعيشه المسلمون هل هو خاضع لإرادات من بعيد أم هو يعود إلى المسلمين أنفسهم و مناهجهم؟ كل ذلك حاصل فإن مخططات الأعداء هي جزء مما آل إليه حال هذه الأمة لكن واقع المسلمين أيضا هو من الأسباب الداخلية الذاتية التي أفضت إلى ما أفضت إليه من هذا التراجع و التأخر و من هذه الفرقة و التشردم و الخلاف و الشقاق الحاصل بين أبناء هذه الأمة مما أفضى أي كل ذلك أفضى إلى ظهور ظواهر العنف و التطرف و الاقتتال بين المسلمين أنفسهم و إلى تشويه صورة الإسلام و تشويه صورة المسلمين و إلى تجرؤ غيرهم على التنقص من هذا الدين و مقدساته و الاستهزاء من هذا الدين و مقدساته لكن لا ينبغي للمسلمين أيضا أن يعزب عن أذهانهم أن هذا الدين بمن طوى عليه من حكم و أحكام و من تشريعات يدعوهم إلى أن يأخذوا زمام المبادرة للتعلم إلى حد أن طلب العلم فريضة هو ليس بفضيلة فقط في أحكام هذا الدين و إنما هو فريضة و حينما يأتي كما عند الإمام الربيع و يقول رسول الله صلى الله عليه و سلم أطلب العلم ولو بالصين أي علم هذا الذي يطلب من الصين لكن تراجع المسلمين عن هذه الهمة العالية و عن هذا الطموح و ما حصل في واقعهم من كسل و خمول هو الذي أيضا مكن الأعداء من الكيد بهم و من التخطيط للنيل منهم و من مقدراتهم و من الوصول إلى ثرواتهم و ما يملكون و لا نستطيع أن ننفي أن هناك الكثير من المخططات إلا أن هذه سنة من سنن هذه الحياة الدنيا كما تقدم فإن التدافع بين الحق و الباطل و بين الخير و الشر و بين الصلاح و الفساد هي من نواميس هذه الحياة و قد بصر المسلمون بهذه الحقائق و وطئت نفوسهم لمواجهة مثل هذه الحوادث التي يمرون بها فما عليهم إلا أن يأرزوا إلى هذه البواعث التي تبعث فيهم الهمة و تبين لهم و تكشف لهم حقائق هذه الحياة و تبين لهم حدود صلاتهم مع غيرهم و نوع هذه الصلة و كيف يمكن لهم أن يقيموا علاقاتهم فيما بينهم و مع غيرهم ثم هناك أمر آخر و هو ما يتصل بالتاريخ فإنه قد مرت بالمسلمين أزمنة و مراحل كانت الريادة فيها للمسلمين و لا أقصد بالريادة الريادة فيما يتصل بالتدين و إنما أقصد بها في أوضاع العمران في الأوضاع الاجتماعية في الريادة العلمية في الاكتشافات و المخترعات في علوم الطب و الفيزياء و الإحياء و الرياضيات و الجغرافيا و غيرها من العلوم كما في الآداب و الإنسانيات و الفلسفة و الفكر بمختلف أنواع العلوم و المعارف و ظلوا كذلك ردحا من الزمن إلى أن تمكن منهم أعداؤهم و تراخوهم أيضا عن رسالتهم في هذه الحياة الدنيا فآل حالهم إلى ما نلحظه و نشاهده اليوم تبقى قضية أخرى فضيلة الشيخ نختم فيها الحديث إن شاء الله و تعالى و أرى أنه لا بد من معالجتها المسلمون يعني يتحدث كتاب المسلمين كثيرا أن عودة المسلمين إلى القوة و الريادة لا يكون إلا بالعودة إلى الدين و إلى العلوم الشرعية التي تمكنهم من فهم حقيقة الحياة و التعامل مع الآخر لكن المشكلة الحاصلة و أنا طبعا أتحدث بشكل عام و أستثني بلادنا عمان لأنها تعيش قوى من التسامح بين طوائفها و لله الحمد و لكن المسلمين جسم واحد ما يصيب بعضه و يصيب كله عندما عاد المسلمون في صحوتهم الأخيرة إلى الإسلام و بدأوا يدرسون العلوم الشرعية تم توجيه الدفة مرة أخرى لتكون هذه الدراسة من أجل الاقتتال الطائفي بمعنى أن كل فريق من هذه الفرق يدرس العلوم الشرعية ليرد على الآخر أو ليحمل الآخر مسؤولية الضياع الذي أصاب الأمة ثم يتطور الأمر بعد ذلك على الحقد الذي يجيز له أن يقتل أخاه من الطائفة الأخرى ماذا تقترحون حتى تكون العلوم الشرعية موجهة للمسلمين إلى الحق إذا كنتم توافقون إلى الرأي طبعا و تقودهم في مثل هذه الأزامات هذا الذي تصفون صحيح و هو صواب و الخلل الذي أدى إلى هذا الوضع إنما يرجع إلى تفريط المسلمين في المنهج القرآني و أنا أقصد كلمة المنهج لا أقصد الأحكام الشرعية لا أقصد الفروع و الجزئيات و إنما أقصد أن هذا الوحي الرباني و أن هدي نبينا محمد صلى الله عليه و آله و سلم جاء لأجل تفتيق الأذهان و فتح القلوب و صياغة هذه الشخصيات ببناء جديد يغرس فيها مناهج للتفكير يغرس فيها منهجا معتدلا يمكن صاحبه من التعامل مع مفردات هذه الحياة الدنيا و مع حوادثها باختلاف أنواعها من حالات السلم و الحرب و حالات الموادعة و المهادنة و حالات الرخاء كما في حالات الشدة حالات الصحة كما في حالات المرض هناك منهج للتفكير و الله سبحانه و تعالى قال عن كتابه وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِمْ مُدَّكِرْ هذه المناهج تقوم على رد الأمور إلى حقائق معينة و إلى مبادئ لا مناصة للمسلمين من أن يتمسكوا بها فعزة المسلمين و قوة المسلمين إنما تكمن في تمسكهم بمبادئهم لا تكمن في مقدار مع أنهم مأمورون بالعدة المادية إلا أن فضلهم على غيرهم إنما يكمن في طاعتهم لله سبحانه و تعالى مع استعدادهم و مع أخذهم بالأسباب في الجوانب المادية لكن تفوقهم على غيرهم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في وصيته لسعد بن أبي وقاص فإن استوينا و إياهم في المعصية كان لهم الفضل علينا في العدة فإن عددنا ليس كعددهم و عدتنا ليست كعدتهم فهذا الذي آل إليه حال المسلمين هو في الأعصر المتأخرة و مرد ذلك أنه حصل تعظيم للفروع هناك قضايا جزئية قضايا من الفروع فيها مساحة من تعدد الآراء و تنوعها هذه المساحة مقبولة لأن مردها تنوع وسائل الاجتهاد و اختلاف وسائل الاستنباط و الخلاف فيها مقبول و الخلاف فيها محمود و قد حصل و رسول الله صلى الله عليه و سلم بين ظهراني أصحابه و حصل مع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم إلا أن تعظيم الفروع في هذه العصور المتأخرة غيب المنهج الكلي الذي كان من الواجب أن يرجع إليه المسلمون على حساب هذه الفروع فتجد أن اهتمام المسلمين علماء و متعلمين و عموم الناس إنما هو بهذه الفروع و بهذه الجزئيات و هناك محاولات لجعل الدين قوالب جامدة فيها مع أن في مثل هذه القضايا الفرعية فيها سعة ثم جاوزوا هذه المرحلة إلى أن يكون التفسيق و التبديع و التكفير مترتبا على هذه القضايا الفرعية فضاق الأفق و ضاقت الصدور و هنا ركض الشيطان بخيله و رجله في نفوس هؤلاء و أثار فيهم الحميات و أثار فيهم العصبيات و سار التعصب للمذهب و الطائفة على حساب الدين فقد تجد الفرد المسلم اليوم لا تجد أنه يمت إلى الإسلام بصلة لكنه مع ذلك متعصب مذهبيا أو طائفيا إلى حد التطرف مع أنه لا يمثل الإسلام في أخلاقه و لا في سلوكه و لا في فكره إلا أنه إلى ما أثيرت قضية مذهبية أو طائفية هو من أشد الناس و من أكثرهم تطرفا في تلك القضية أصبحت حمية فغاب و من أحسن قولا ممن دعا إلى الله و عمل صالحا و قال إنني من المسلمين أضيف إلى ذلك أن الذي حصل أنه مع اجتماع كل هذه العوامل ظهر فكر متطرف بطبيعته يتسم بهذه الصفات نعم و إذا بالوجهة نحو إنعاش هذا الفكر تكال تكون وجهة عالمية هل لأن الأعداء وجدوا فيه بغيتهم و توسموا أنه سيكون داعية إلى إحداث الفرقة في واقع المسلمين نعم أو لأن هناك مآرب أخرى أو في ذات هذا الفكر المتشدد المتطرف ما يورث المسلمين حالة من الشقاق و النزاع و الاقتتال المبني على التفسيق و التبديع و التكفير نعم هذا هو الذي حصل فتجد أن مؤلفات هذا الفكر هي الطاغية أن الخطاب الصادر عن هذا الفكر هو الخطاب العام الذي يحتكم إليه المسلمون تجد أنه طغى حتى على فقه المذاهب الإسلامية الأصيلة و أنه طغى على الفكر الإسلامي الراشد نعم و إذا بالمسلمين اليوم يتجرعون من غصص هذا الفكر و من غصص هذا التطرف في هذه المذهبية المتعصبة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و حذر من الإيغال فيها كما تقدم أن من الأسباب ما هو متعلق بالغلو نعم فالغلو جزء من هذا الذي تشيرون إليه في مثل هذه الحالة التي وصل إليها المسلمون للأسف الشديد طيب حضرت الشيخ هذا الموضوع أظن أننا نستكملنا الحديث فيه ننتقل الآن إلى موضوع آخر هذا هو حال المسلمين لنأتي إلى الغرب قليلا و تجرؤهم هذه المرة لتكرار الإساءة إلى النبي صلى الله عليه و سلم نريد أن نقول بأن الغربيين يعني قامت حضارتهم على أكتاف منظرين و ساسة ساهموا كثيرا في أن تكون الحضارة الغربية علمية إلى حد ما من أمثال لا مارتي و جان جاك كروس و غيرهم هؤلاء ذكروا النبي صلى الله عليه و سلم بصفات راقية و رائعة و تبين لهم من سيرته أنه نبي و أنه مصلح إلى غير ذلك من الصفات التي تحدثوا فيها الغربيون اليوم نسوا ذلك الماضي الذي قاموا على أكتافه و نسوا أولئك الفلاسفة و وقفوا صفا أو وقفوا خلف رسام أو صحيفة يدافعون عما يقومون به من الإساءة في حق نبي عظيم و في حق نبي أجمع فلاسفتهم على عظمته برأيكم ما الذي دعى الغربيين إلى التنازل و التراجع عن ذلك التراث إلى هذا المستوى هو سؤال يوجه إليهم نعم هل هؤلاء الرسامون و أصحاب الجرائد الصفراء و الرسوم الكاركاتيرية هم الذين يمثلون الفكرة الغربية اليوم هل هذا هو الذي تفتخر به أوروبا من رصيد فكري و أدبي و تراث إنساني تقدمه للعالم اليوم هل الفكر الذي يدافعون عنه هو الفكر الذي يتعرض للمقدسات و يهزأ بالدين و يسخر من مقدسات الدين هل هذا هو الفكر الذي يدافعون عنه هل هذا هو الفكر الذي يقدمونه للإنسانية اليوم هل هذا هو الفكر الذي يمثلهم لأن نهضتهم إذا ما عدنا إلى قليل من التاريخ نهضتهم العلمية و لأن نهضتهم الصناعية إن من بنت على نتاج فكري تشهد له الإنسانية إلى اليوم نعم من أمثال بعض الأسماء التي ذكرتموها فإذا كان الحديث عن فرنسا و مفكريها و أدبائها و علمائها فأين أمثال ذيكتور هوجو أين أمثال لامارتير كما قلتم أين أمثال جان جاك روسو بل حتى فولتير الذي يعني انتشر على أنه لا يؤمن بدين و قد كتب من أعماله فولتير أنا أتحدث عن فولتير الآن من أعماله الأدبية التي كتبها ما تنقص فيه من نبينا محمد صلى الله عليه و آله و سلم و وصفه بصفات شنيعة أيضا لكنه بعد ذلك في أخريات حياته و العمل الأول كان يعني العمل المشهور محمد هكذا اسمه بالفرنسية لكنه كتب بعد ذلك إلى بابا الفاتيكان البابا بن دكت الرابع عشر كتب له رسالة و ينعى فيها حال الكنيسة الكاثوليكية في ذلك الوقت و حال رجال الكنيسة و ينتقدهم انتقادا لاذعا و يذكر في المقابل صورة محمد صلى الله عليه و آله و يذكره حينما يذكره بإجلال و إكبار و بيّن أنه مجاهد و أنه عامل و أنه إنساني و أنه ضحى من أجل الرسالة التي يؤمن بها أما هيكتور فوقو فهناك بعض الكلام بأنه مسلم و هذه قضية تحتاج إلى بحث و لا يعني أنا لست أيضا ممن يعني يدعو المسلمين إلى التعامل مع هذه القضايا بعاطفة بل لابد من تحكيم العقل و من البحث العلمي الجاد لكن نتاج الرجل نتاج إنساني فيه كثير من الرشد و الخير و الهدى من يقرأ مثلا البؤساء له من يقرأ حتى أحدى بنوتردام يجد فيها هذه اللمسات الإنسانية يجد فيها خلقا يجد فيها فكرا حتى في شعره هناك بعض الأشعار و هذه الأشعار منها ما لا يزال منها أشعار لا زالت باقية في مدح النبي محمد صلى الله عليه وآله و سلم هناك يقال بأن هناك كثير من الأشعار التي كتبها إلا أنها طمست أو اختفت هذه الأشعار كما قلت فيها كثير من الإشادة بالإسلام و بنبينا محمد صلى الله عليه وآله و سلم شخصيات من أمثال لمارته له كلام رائع في حق النبي محمد عليه الصلاة و السلام و ما أحدثه في العالم و احتياج العالم اليوم هكذا يقول إلى شخصية مثل محمد صلى الله عليه وآله و سلم هذا بالنسبة للأدباء و المفكرين و الفلاسفة الفرنسيين شخصية من مثل الأديب العالمي أيضا المعروف الروسي تولستوي ليو تولستوي و قبل ما يقرب من أسبوعين أو ثلاثة كنت مع سماحة شيخ حفظه الله تعالى و كان في زيارته شخصية مسلمة من روسيا و هي من أصول شيشانية فطرح عليه سماحة شيخ هذا السؤال هل صحيح ما يقال بأن تولستوي كان مسلما فأجاب الرجل فورا قال هذا منتشر شائع في البلدان الروسية لكنهم لا يتحدثون عنه كثيرا بل إنه أضاف قال بل بسبب خلواته و تأملاته و دراسته للإسلام و تعبده هذا الرجل يقول يقال بأنه كان ملهما و أن طائفة من أعماله و أشعاره كانت كالإلهام له بقطع النظر الآن عن مسألة الإلهام هذه لكن هذه الشخصية أيضا التي يعتد بها العالم أنصفت نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم و قدمت فكرا إنسانيا عالميا مستقن من مثل تعاليم هذا الدين السمحة و من دعوته إلى الأخلاق و إلى تكريم الإنسان و إلى مراعاة حقوق المستلعفين و الفقراء و إلى نبذي الظلم و رفع الطغيان و مظاهر الطبقية الاجتماعية و الاستبداد و الارستقراطية في المجتمعات الغربية و كل هذه معاني إنما اجتمل عليها الدين أدركها هؤلاء بعدما درسوها و كشفوها و وظفوها استخدموها في أدبياتهم و في أعمالهم و قدموها للعالم بصياغتهم بمختلف الأنماط الأدبية التي قدموها إذن هل يعني مرة أخرى نرجع و نقول أين أمثال هؤلاء و هل العالم الغربي اليوم يفتخر بتقديم هؤلاء الذين يقدمون ما يستهزئون به بالمقدسات و بالقيم الإنسانية و بالمثل العليا و بالحكمة التي يحتاج إليها الإنسان أيا كان هذا الإنسان و مبعث هذا التردي أو أن هناك سياسة للكيل بمكيالين أو أن هناك معايير أو أهداف و مخططات يراد من خلالها النفاد إلى مزيد من تشويه صورة الإسلام و المسلمين و هذا يعني سيدفع بنا قطعا إلى الحديث في هذه المسألة بتفصيل إن سنح الوقت بعد ذلك إن شاء الله بإذن الله و إنما أردت فقط يعني هذا التعاطي طيب التعاطي الغربي مع هذه التصرفات التي تصدر من أشخاص مغمورين لم يضعوا بصمة حضارية في العالم الغربي لكنهم يقفون معهم و يؤازرونهم و تحدث طبعا بطبيعة الحال ردات فعل من المسلمين مختلفة و متنوعة يصفونهم لاحقا بأنها إرهاب نريد أن نتحدث عن هذا التعاطي الغربي و من هنا يمكن أن توجهوا رسالة أنتم أيضا فضل الشيخ إلى العالم الغربي و لم يبقى معنا سوى ثلاث دقائق يعني هل ستكون مراديده عكس ما يتوقع الغربيون هذه التجاوزات قطعا يعني لا شك في أن الأثر الناجمة عن هذه الحالة التي وصل إليها العالم الغربي ستكون عموم الفوضى و التراجع الحضاري و لا يبعد أيضا أن تعود الدائرة عليهم بالاقتتال و حينما يقتتلون فإن اقتتالهم يكون وحشيا طاغيا نعم تزهق فيه أرواح ملايين البشر كما حصل في الحربين العالميتين الأولى و الثانية و قد حذرهم بعض عقلاء المسلمين و بعض المفكرين قبل حصول هذه الحروب العالمية حذروهم من مغبة استمرارهم في الطريق و النفق المظلم الذي كانت فيه أوروبا في ذلك الوقت حذروهم قبل الحرب العالمية الأولى فلم يصيخوا السمع لهم فكانت النتيجة ما نعلمه ثم حذروهم بعدها قبيل الحرب العالمية الثانية لكنهم أيضا أعرضوا و تعاموا فكانت النتيجة الاقتتال الذي أزهقت فيه أرواح بعض الكتابات تقول خمس سكان العالم أبيدوا بين قتيل وجريح اليوم إذا نظرنا إلى أحوال العالم الغربي سنجد أنهم بأوضاعهم التي وصلوا إليها و تتلخص في إلحادية عاد الدين هم جاوزوا مرحلة العلمانية التي تقول بفصل الدين عن الدولة دعك من هذه الشكليات اليوم يشهد العالم الغربي حالا من الإلحاد المعادي للدين و لذلك نجد قبولا للاستهزاء بالدين و المقدسات و للسخرية عبر الوسائل الرخيصة و الصحف الرخيصة و الوسائل الماجنة و عبر وسائل الإعلام التقليدية و الحديثة منها ثم إننا نجد أيضا أن الانحطاط الخلقي بلغ و دركا لم يصل إليه فيما مضى بما آل إليه حال الشواد جنسيا إلى حد أن بعض الكنائس أصبحت تعترف بالزواج المثلي فضلا عن الدوائر المدنية و البلدية التي صار لها عقد أو صار لها عقدان من الزمن الآن و هم يعترفون و يسجلون الزواج المثلي هذه درجة من البهيمية خطيرة لأنها لا تقف أيضا عند حد أن توجد مثل هذه الحالات و إنما هناك جمعيات و هيئات و هناك تشريعات و قوانين سنت و لا زالت تسن بحيث أنه لا يمكن للفرد أن ينبس ببنت شفه نقدا أو دعوة إلى الإصلاح أو بيانا للخطأ و هذه حال خطيرة إذا لم ينتبه لها العقلاء أيضا و هذه كلها عوامل داخلية مما يعني توصف به أو وصل إليه حال العالم الغربي اليوم فيما يتعلق بالتقدم العلمي و سوء استغلال العلم أنهم أصبحوا يعبثون بأصل خلقة الإنسان فالتقدم العلمي فيما يتصل بخريطة الجينات البشرية و الجينوم للأسف الشديد فإنهم يستغلونه و يستخدمونه في اللعب في التلاعب في العبث بخلقة هذا الإنسان بتصنيع الأمراض و نشر هذه الأمراض لأجل تبين كيفية اتقائها فيما يريدونه من بشر ينتجونه عبر اللعب بخريطة الجينات و هذا مساس بمنطقة أو بدائرة غاية في الخطورة أما على المستوى الخارجي فإن واقعهم أيضا يؤكد على أنهم استمرأوا الاستكبار الاستكبار على الشعوب المستضعفة و أكل خيراتها و نهب ثرواتها دون مراعاة لقيمة أو خلق أو مبدأ أو إنسانية كل هذه العوامل سوف تؤدي لا شك إلى انهيار حضاري و إلى تداعي هذه المادية المدنية الحضارية التي يشهدونها و لا يبعل كما قلت أن يأول الحال إلى اقتتال شديد و إلى حروب عالمية يتجرعون غصصها و آلامها إلا أن ديننا دين رحمة و لذلك فإننا نخاطب العقلاء منهم و الحكماء و الغيورين أن يبادروا إلى تدارك هذه الأوضاع لأن هذه الأوضاع إنما تسير وفقا لنواميس كونية و الله سبحانه و تعالى يقول في كتابه وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بظُلْمٍ و أهلها مصلحون بظُلْمٍ و أهلها مصلحون و هذا الإصلاح هو إصلاح ديني و إصلاح في المعاش في العمران في الاجتماع في السياسة في الاقتصاد في القيم و الأخلاق هذا هو الذي يمكن أن يسعفهم و أن ينقذهم مما هم فيه و أن يتعاون مع سائر شعوب الأرض لأجل إصلاح هذه الحياة و لأجل عمارتها و لأجل تحقيق الأمن و الاستقرار فإن مغبة ذلك ترجع على الجميع بالخير و لا يظن النظام أننا نقول هذا الكلام من مبدأ ضعف أو استرحام لا و إنما نقوله لأننا نعلم أيضا أن من وعجبنا أن نقول ذلك و أن الله سبحانه و تعالى قد كلف المسلمين هذه الأمان و عليهم أن يؤدوها و عليهم أن ينبهوا بني البشر إلى خطورة المغبة و سوء العاقبة التي يمكن أن يؤول إليها حال الإنسانية إن هي استمرت في هذا التهاوي و إن هي استمرت في هذا التهالك فإذن هذه الرسالة إنما تنطلق من مبدأ و من خلق نبيل يدعون إليه هذا الدين و من صميم رسالة هذا الدين جميل رائع و هذا الخطاب الرائع الجميل ليس فيه اشتهاء بالتدمير أو الزوال أو شيء و إنما هي كما تفضلتم رسالة يفرضها ديننا الحنيف يبقى الرسالة التي نوجهها إلى المسلمين أيضا فضل الشيخ في دقيقة واحدة ربما هذه المرة المسلمون أيضا تدفع إليهم بصور مختلفة من الإساءات و بصور متنوعة عما يحدثه المسلمون أنفسهم في بعضهم فيما بينهم و يبقى المسلم حائرا كيف يتصرف ماذا يقول بماذا ينطق و أخبتم من الدقيقة نصفها ربما سنمدد يعني ماذا يفعل المسلم و هو يواجه هذه الإشكاليات هل ردة الفعل التي تحدث هي السبيل الوحيد أم الإنكماش هو السبيل الصمت هو السبيل المهم نريد منهج أيضا و رسالة إلى المسلم و هو يواجه هذا الزخم الشديد فيما يتعلق بالصور المختلفة تعرض أهل هذه البلاد إلى غزو من الأعداء و وصل الحال كما كتب الأعداء أنفسهم أنهم كانوا يقطعون آذان العمانيين و يسملون عيونهم و يقطعون أطرافهم و يرمون بهم من الشواهق في الفترة التي كان فيها نهل عمان أشتاة موزعين يعتنون بالجزئيات و يتطاحنون فيما بينهم و يتغالبون على حضوظ هذه الحياة الدنيا و في الوقت الذي فشى فيهم الجهل تمكن منهم عدوهم و فعل بهم هذه الأفاعيل ثم من الله عز وجل عليهم بأن أخرج فيهم من العلماء و القادة و الحكماء و العقلاء من تنبه إلى أن معالجة الوضع الداخلي أولا بالعودة إلى دين الله عز وجل و بنفي الجهل و بالاتحاد و التآلف و نبذي أسباب الفرقة ثم بمدافعة الأعداء بعد ذلك فكان لهم ما أرادوا فحرروا بلادهم و عندما حرروا بلادهم فإنهم لم ينتقموا ممن قطع آذانهم و سمل أعينهم و جذع أنوفهم و قطع أطرافهم و ألقى بهم من شاهق و إنما طردوهم و قاتلوهم و دافعوهم ثم بعد ذلك سعوا في هذه الأرض يطردون هؤلاء المحتلين الأعداء الذين يتملكون خيرات المسلمين في بحار المسلمين و في بلدان المسلمين و كانوا قدوة في أخلاقهم كانوا قمة في أخلاقهم و في سجاياهم و في آدابهم و في حسن معاملتهم لغيرهم و في حكمتهم و بصيرتهم و في رعايتهم لشؤون الناس و في انتشالهم للناس مما هم فيه من ظلم و طغيان و فقر و مرض و جهل إلى الألفة و المحبة و التعايش و التسامح و لذلك وجد لهم قبول و في شرق العالم و في غربه و في الصين و في آسيا و في إفريقيا مثل هذه التجارب لا بد أن تدرس مثل هذه النماذج هي التي نحتاج إليها و دروسها واضحة بيّنة ينبغي لأن هناك تجارب أخرى ينبغي أيضا أن تدرس و أن تستلهم منافعها و عضاتها و حكمها حتى يتمكن المسلمون اليوم من الخروج مما هم فيه بإذن الله تعالى قعدتني فضيلة الشيخ من قذبا إلى روعة ما تقول و إلى الكلام المخرق الذي يقول لنا أن الوقت انتهى و تزدنا على الوقت شكرا لكم فضيلة الشيخ و هذا ما ذكرتموه في نهاية المطاف يحتاج بنفسه إلى حلقة لأننا نريد أن نعرف العالم أنه نواك نموذج إسلامي هو الأرقاء و هو الأفضل لإصلاح العالم بأسره شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ شكرا لكم أعزائنا الكرام نشكر و إياكم فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة شكرا لكم أيضا و نلقاكم في حلقة أخرى و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته نور من العلم يستهديه يهديني غيب من الفكر يستسقيه يسقيني أمدت مني سؤالا نحو طلعته حتى جرى النور في شرح وتلقيني هنا سنعمر دنيانا